السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال في إطار الأسئلة المتعلقة بالتقويم التشخيصي للمستوى السادس أقترح عليكم سؤال القياس سوف نحول إلى الوحدة المطلوبة لدينا قياس الكتل قياس المساحة وقياس الأطوال نضع جدول قياس الكتل أولا الوحدة الأساسية هي الجرام على اليمين ثلاث خانات ديسي جرام سنتي جرام والميلي جرام وهنا على اليسار المضاعفات لدينا هنا الديكا جرام والهيكتو جرام ثم الكيلو جرام بعد ذلك نضع ثلاث خانات أخرى نضع هنا نقطة قرب الكيلو جرام يعني خانة فارغة هنا القنطار وهنا الطن نضع هذا القياس في الجدول بعد ذلك سنحول الكل إلى الكيلو جرام ثلاثة فاصلة خمسة طن سوف نضع رقم الوحدات في الطن يعني في الطن نضع ثلاثة وهنا خمسة ربعة وسبعون كيلو جرام سأضع أربعة رقم وحدات في الكيلو جرام هذا هو الأساس أربعة وهنا سبعة الكل بالكيلو جرام يعني سأتوقف هنا في الكيلو جرام يصبح أربعة هو رقم الوحدات إذن الكتلة هي ثلاثة آلاف وخمسمائة واربعة وسبعون كيلو جرام نمر لكتلة الثانية سبعة فاصلة تمانية طن إذن سبعة في الطن ثم لدينا ستة عشر فاصلة خمسة قنطة يعني ستة سوف تكون في القنطة ستة عشر فاصلة خمسة هاتين الكتلتين سأقوم بجمعهما وأحول المجموع إلى الهيكتوغرام كما هو مطلوب هنا في السؤال الهيكتوغرام إذن هنا لدينا خمسة تمانية زائد ستة أربعة عشر سبعة تمانية تسعة نريد الهيكتوغرام إذن أربعة وتسعون ألفا وخمسمائة نمر للسؤال الثالث قياس المساحة في البداية سوف نضع جدول قياس الأطوال ومنه نستخلص قياس المساحة إذن الوحدة الأساسية هي المتر لدينا ثلاث خانات على اليمين وثلاث خانات على اليسر ديسيمتر، سنتيمتر، المليمتر، وهنا الدكامتر، الهيكتومتر، والكيلومتر إذن بعد وضع جدول قياس الأطوال ننتقل إلى قياس المساحة إذن كل خانة تقسم إلى خانتين ونكتوب مربع إذن أدي سنتيمتر مربع يجزأ إلى خانتين كذلك سنتيمتر مربع لدينا هنا 2.5 متر مربع 2 هو رقم الوحدات سأضعه في المتر مربع لكن في المتر مربع لدي خانتين دائماً هذا هو رقم الوحدات والذي يكون في الأخير إذن هنا 2.5 7.5 دكامتر مربع السبعة هو رقم الوحدات إذن السبعة في الدكامتر مربع 37.5 سوف أجمع الكل وأحول إلى المتر مربع إذن الفاصلة سوف تنتقل إلى المتر مربع نزيل الفاصلة الأولى وأحصل على الفاصلة هنا إذن 3752.5 بالنسبة للقياس الموالي في المساحة سنحتاج إلى الوحدات الزراعية الهكتار الار السونسيار سنضع هذه الوحدات الزراعية في الجدول إذن الهكتار هو الهكتومتر مربع إذن هنا الهكتار الار هو الديكامتر مربع وهنا السونسيار هو المتر مربع أدينا 3.5 هكتار إذن كان الهكتار هنا ف3 هو رقم الوحدات فاصلة 5 ثم 7.5R الار هنا 7.5 سوف أجمعكم 5 سبعة خمسة ثلاثة سأحول الكل إلى السونسيار لدينا هنا خمسة في هذا الجزء من السونسيار لكن يجب أن أصل إلى هنا يجب أن أضع هذا السفر وأقول أنه عندي خمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون سونسيار بالنسبة للقياس الأخير قياس الأطوال لدينا 2.5 كم إذن سنضع رقم الوحدات 2 في الكيلومتر و6.3 ديكامتر لقم الوحدات 6 سأضعه في الديكامتر إذن 2.5 كم سأكتبها 2.5 كم وهنا 6 ديكامتر فاصلة 3 6.3 سنجمع يبقى العدد كما هو هنا 3 6 5 سنحول الكلة إلى الهكتومتر كما هو مطلوب في السؤال إذن سأضع الفاصلة هنا 25.3 وهكذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذا التمرين كان مراجعة لدروس القياس التي تعرفتم عليها في السنة الماضية أشكركم جزيلا الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر